أكدت رئاسة الجمهورية أن فوز خمسة مشروعات مصرية في مصابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة في العالم على قدرة الدولة المصرية على إنجاز المشروعات التنموية وفقا لأرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفي مدد زمنية قياسية هي المحددات والمعايير التي طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشدد على الالتزام بها في جميع المشروعات التنموية على امتداد الجمهورية كانت مؤسسة الأمريكية ENR العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية قد أعلنت مؤخرا نتيجة مصابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قرات العالم للعام 2022 ضمت حوالي 34 مشروعا فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات أفضل مشروع نقل في العالم محطة عدل منصور التبادلية أفضل مشروع ثقافي في العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أفضل مشروع ترميم في العالم تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل أفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم محطة رياح رأس غارب بخليج السويس أفضل مشروع بيئي في العالم مشروع تطوير قرى تشكل جنوبية محطة رائحة شكرا